موسيقى طابت أوقاتكم أينما كنتم حلقة جديدة من مدار الغد نناقش فيها هذه الليلة صفقة المسايرات الإيرانية المحتملة للروسيا هل تعيد الدفاع الصاروخي الأمريكي الأوروبي إلى جدول الأعمال ما هي الأوراق الإقليمية التي تلعب بها طهران في مفاوضات النفس الطويل بفيننا موسيقى يبدو أن الصفقة المحتملة بين موسكو وطهران والمتعلقة بالطائرات المسايرة الإيرانية يثير قلقا متزايدا لدى واشنطن وحلفائها الأوروبيين بل وأعادت ملف الدفاع الصاروخي الأمريكي الأوروبي إلى جدول الأعمال مرة أخرى يتخوف المعسكر الغربي من هذه الصفقة والتي قد تشكل انطلاقة لمزيد من التعاون العسكري بين روسيا وإيران خاصة على صعيد الحرب في أوكرانيا حيث سيمثل ذلك الإمداد العلني بالأسلحة الإيرانية إلى الجيش الروسي بمثابة أول مشاركة لدولة في الحرب الأوكرانية بجانب روسيا إذا ما قمنا طبعا باستثناء بيلاروسيا وذلك وسط مخاوف من أن يؤدي هذا التعاون الثنائي في النهاية إلى قيام الحرس الثوري بنشر قواته الوكيلة في جبهات القتال الأوكرانية أو قد يمتد ذلك التعاون العسكري طبعا إلى صفقة أسلحة أكثر إثارة للجدل مثل الصواريخ الباليستية الإيرانية قصيرة ومتوسطة المدر نظرا لتضاول مخزون الجيش الروسي من صواريخ اسكندر الباليستية وصواريخ كروز دعم طهران المحتمل لموسكو في الحرب الأوكرانية أحيى المخاوف الغربية من جديد من تهديد إيراني محتمل لأوروبا وأعاد خطط الدفاع الصاروخية الأطلسية في القارة إلى الواجهة مرة أخرى حيث أن السنجاد روسيا بالسلاح الإيراني سيغير معادلة توازن القوة في العلاقة بين موسكو وطهران وقد نتفاجأ في النهاية بموافقة روسية على بيع نظام الدفاع الصاروخي صواريخ اس 400 إلى إيران وهو ما سيغضب الولايات المتحدة وبالتأكيد إسرائيل اشتركوا في القناة ضيوفنا في هذا الملف من موسكو سيد سيرجي فاربيوف دبلماسي روسي سابق ومن طهران دكتور حكم أمهز البحث في شؤون إيران والشرق الأوسط ومن واشنطن ريك جيتس الخبير الاستراتيجي أرحب بكم جميعا ضيوفي أبدأ من واشنطن مع سيد ريك سيد ريك في الحقيقة حذرت تقارير دولية كثيرة تابعناها من خطورة التعاون العسكري الروسي الإيراني على الأمن والسلم الدوليين خاصة طبعا بعد اشتعال الحرب الروسية في أوكرانيا كان فيه تقارير ومنها لمستشار الأمن القوم الأمريكي سيد جاك سوليفان بخصوص طائرات ومسيارات إيرانية إلى روسيا وما إلى غير ذلك أريد أن أتوقف مع معلوماتكم الآنية عند هذه التقارير سيد ريك يبدو أنه لا يسمعني أتحول بسؤالي إذن الثاني لسيد سيرجي فربيوف الدبلباسي الروسي السابق من موسكو سيد سيرجي إلى أي مدى تخشى روسيا من أنظمة الدفاع الصاروخية في أوروبا هي بالمناسبة تخشاها منذ وقت طويل هذا في العقلية الروسية لكن الآن ما هي مسجدات المخاوف الروسية من هكذا تعاطي مع الدفاعات الصاروخية الأوروبية مساء الخير بداية يجب القول أن الخبر هذا عن التوردات الإيرانية أقصد توردات الطائرات المسيرة إلى روسيا ليس خبر أكيد ربما مجرد الاحتمال مجرد الشيعات وما إلى ذلك ما ذلك على وجه العموم أنا في رأي أن الأمر هذا ما أقول جدا ويحتمال هذا يحتمال قريب بالنسبة لعلاقة توردات المسيرات الإيرانية إلى روسيا وعلاقة هذه التوردات بأمن الأوروبا ورم أمن الولايات المتحدة الأمريكية هذا الكلام ليس شيء جدي على أساس أقصى مدى طيران المسيرات في حدود 500 كم بينما المسافة بين طهران ولندن مثلا 5500 كم ما هو التهديد؟ ما هو التهديد المسيرات الإيرانية؟ لا أفهم كلامك سيد سيرجي تقول بأنه لا يوجد ما يستدعي المخاوف الأوروبية من هكذا صفقات بين روسيا وإيران؟ إذن ما الدافع أن يكون هناك صفقات أصلا بين موسكو وتهران؟ ما الأسف صوت ضعيف جدا وما أسمع تماما هذا السؤال ولكن في المبدأ نحن في روسيا نرحب بتفعيل التعاون العسكري بين روسيا وإيران رغم الوضاع في العالم رغم علاقاتنا مع الغرب ونحن خذينا الدرس المستفاد من الغرب وأعتقد القيادة الروسية غيرت أكثر من موقف في السياسة الخارجية على الصعيد العالمي وما إلى ذلك سأعود مع الدروس المستفادة من الغرب لأنها تبدو كثيرا وفي ضوء المعطيات الحاصية طبعا لكن أعود بسؤالي واللي سألته في بداية الفقرة لسيد ريك جيتس من واشنطن سيد ريك حذر التقارير الدولية كنا نتابعها في الحقيقة منذ الفترة الأخيرة تحديدا من خطورة فعلا التعاون العسكري الروسي الإيراني على الأمن والسلم الدوليين خاصة بعد طبعا منعطفات الحرب الروسية في أوكرانيا وتقارير حديثة لمستشار الأمن القومي الأمريكي سيد جاك سوليفان بهذا الخصوص ما هي معلوماتكم وتقدراتكم حول هذه التقارير؟ نحن نعلم في الولايات المتحدة بأن إيران تمد روسيا بمسيرات عسكرية وأيضا ببعض المكونات العسكرية الأخرى هذه المسيرات في إيران لن يكون لها تأثير كبير في الحرب في أوكرانيا الجيش الأوكراني أدى بشكل جيد لضمان عدم تقدم القوات الروسية ولطالما أن الدول الغربية تقدم المساعدات لأوكرانيا من أجل ضمان أن تمثل روسيا مزيد من التهديدات في المنطقة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبية يعملان سؤيرنا على تحميل روسيا مسئولية الاتفاق النووي الذي يجرى المفاوضات بشأن هذا الاتفاق سيستمر خلال الفترة المقبلة لا أعتقد أن إيران سوف تقدم الرد النهائي أعتقد أنها سوف تطلب المزيد والمزيد في هذه المفاوضات وبالتأكيد سوف تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان أن إيران لن تقدم مساعدات لروسيا فيما يتعلق بحربها في أوكرانيا كيف تضمن ذلك سيد سيرجي؟ في نهاية المطاف لا يمكن أن نضمن ذلك ولكن أنا أعتقد أن إذا ما كانت إيران جادة فيما يتعلق بالاتفاق النووي فعليها أن تقدم تنازلات ما هي التنازلات؟ سوف نرى خلال الساعات والأيام المقبلة ولكن بالتأكيد ستكون هناك عقوبات ليس فقط على روسيا ولكن على إيران أيضا إذا وصلت إيران مساعدة روسيا سيد ريك هناك أنظمة دفاع ساروخية في رومانيا وبولندا كما نذكر يخشى من أن تقوم أمريكا وحلفائها الأوروبيين بتطوير هذه الأنظمة الدفاعية الساروخية أريد أن أعرف أن حضرتك الآن إن كان هناك خطة أمريكية لتطوير هذه الأنظمة خصوصا أن هناك ضغطات بولندية ورومانية لتطويرها بشكل أو بآخر الآن بالتأكيد هناك رخبة كبيرة لتطوير نظم الدفاع الساروخية نرى إسرائيل وبولندا والعديد من دول النيتو وروس فيما يتعلق بصراع روسيا وأوكرانيا لتطوير هذه النظم لأن هناك خشية في الوقت الحالي لأن تتقدم روسيا بمزيد من العدوانية ليس فقط ضد أوكرانيا ولكن ضد دول في النيتو ربما ملدوفا وهي ليست عضو ولكنها دولة محل تهديد لروسيا ومن ثم فإن هذه النظم الدفاعية سوف تقدم هذه الحماية وهذه قضية ذات أهمية كبيرة منذ عام تقريبا طيب صفقة المسايرات يعني لا أفهم كيف يمكن أن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية وكل أجهزتها المخابراتية الآن عند مسألة المسايرات الإيرانية إلى موسكو يعني كيف ينظر للأمر برمته والاستحضار لما هو قادم في ضوء هكذا معطيات سيدريك أعتقد أن هذا تطور خطير وهذا خطأ من إدارة بايدن السماح لإيران لأن تمد روسيا بهذه المسايرات خطأ؟ ما الذي كان يمكن لإدارة بايدن أن تفعله حتى لا يحدث هذا الخطأ الذي حضرتك وصفته لإدارة بايدن؟ القضية ليست منعة هذه المسايرات من الوصول إلى روسيا ولكن وجود أكثر من قضية في آن واحد المسايرات والتفاول إدارة بايدن مدركة لذلك وبيع إيران لهذه المسايرات بالتالي لن من المفترض أن يجعل المفاوضات تفشل بشأن الاتفاق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهم قلقة بالشأن مثل هذه الصفقة ولكن إذا ما كانت إيران جدة بشأن الاتفاق النووي فهذه القضية أهم بالنسبة لهم من بيع المسايرات من إيران لروسيا رحب الآن بضيفنا من تهران بل أعود وأجدد ترحيبنا به دكتور حكم أمهز دكتور حكم في الحقيقة على الرغم من أنه البلدين روسيا وإيران لديهما تاريخ طويل من الاتفاقيات لتعاون العسكري نذكر منها مثلا في العام 2001 وكان الاتفاق لمدة عقدين إلا أن كل الخبراء الإيرانيين كانوا غير متفائلين بهكذا اتفاقيات وكانوا يرونها حبرا على ورق الآن أريد أن أتوقف معك عند صفقة المسايرات الإيرانية وكيف تقيم في إيران بداية تحية لك داليا وتحية لضيفيك الكريمين وللمتابعين دعينا نبدأ من نقطة أساسية أنه حتى الآن يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تثبت أن هناك صفقة يعني عندما سمعنا أول مرة أثار الموضوع كان المتحدث في اسم الخارجية الأمريكية نيد برايس وقال أنه إذا باعت إيران مسيرات إلى روسيا فأن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على إيران بعد ذلك مباشرة أعلن جون كيربي أعلن جون كيربي بعد ذلك مباشرة بأنه ليس لدينا أدلة بأن هناك صفقة بين الإيرانيين والروس أسمعك بوضوح ذكرت بأنه ليس هناك أدلة لكن طالما ذكر الموضوع يبدو بأنه ليس لدينا أدلة جون كيربي قال أنه ليس هناك أدلة الآن حتى مساعد الرئيس الروسي يوري أشكوف قال نفأ أن يكون هناك صفقة وأيضا الإيرانيون لم يتحدثوا عن صفقة بمعنى أنه لم يعلن أحد من الطرفين بأن هناك صفقة لكن دعينا نقول أن هناك علاقات متشعبة ما بين إيران وروسيا وبالتالي هذه العلاقات متشعبة في أكثر من مجال في مجال الاقتصادي وعسكري وسياسي وما إلى ذلك وهذا ما لحظناه خصوصا في الفترة الأخيرة في العقد الماضي ربما كان هناك بعض التعقيدات لكن ليس هناك على الأقل الآن ما يمنع بأن تحدث أو تتأكد هذه الصفقة دكتور حكام لا هناك هناك نقطة يجب أن نلتفت إليها أولا موقف طهران من الحرب في أوكرانيا واضح حتى أن هذا الموقف عندما أعلنته إيران أثار حساسية عند الأصدقاء الروس ولكن بطبيعة الحال الروس تفهموا هذا الموضوع وهذا الموقف أيضا أبلغ إلى الأوكرانيين بأن إيران ضد الحرب ولكن ما دفع الروس إلى هذه الحرب هو التدخلات الغربية من الناتو ومن الولايات المتحدة الأمريكية فلذلك إذا كان هناك أي علاقات على المستوى العسكري فإن إيران تأخذ موقفها في هذا الإطار بعين الحسبان وبالتالي لا أعتقد أن هناك قبولا من قبل الإيرانيين بأن تستخدم هذه الطائرات في الحرب في أوكرانيا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنا بتقديري وأنا تحدث هنا نقلا عن خبراء عسكريين أصلا الروس ليسوا بحاجة إلى مسيرات وإلى طائرات لأن لديهم من المكانيات العسكرية الشيء الكثير الكثير جدا حتى على مستوى المسيرات وبالتالي أن يكون هناك استفادة من الخبرات الإيرانية في مجال المسيرات ونحن نعرف أن إيران أصبحت متقدمة جدا في هذا الإطار ولديها طائرات تصل إلى 7000 كيلومتر وتحلق لمدة 24 ساعة فهذا الأمر طبيعي أن يكون هناك تعاونا في هذا المجال بين الطرفين لكن السؤال الكبير بغض النظر عن هذا الموقف السؤال الكبير لماذا هو حلال على المتحدة والأمريكية والأوروبيين أن يقدم الأسلحة لأوكرانيا مقابل أن إيران لا يسمع لها أن تقدم الأسلحة إلى روسيا تسمعني دكتور نعم أنا نسمعك صحيح كنت فقط سأعلق على مسألة بأن الروس لا يحتاجون إلى المسيرات الإيرانية لديهم من مسيراتهم وأسلحتهم المتطورة لكن هناك تقارير حديثة تبقى للعقوبات التي تقع تحتها موسكو الآن بأنه ليس لديها الآن تطوير آني لمسيراتها ولا التكنولوجيا الخاصة بمسألة المسيرات وبالتالي قد تلجأ فعلا إلى المسيرات الإيرانية أريد من حضرتك تعليق سريع لأنه بنفس التفصيلة سأذهب بها لضيفنا من موسكو سريع طبعا لا سريع طبعا إذا كانت العقوبات مفروضة على إيران منذ عقود وبالتالي استطاعت إيران أن تصنع هذه الطائرات المسيرة المتطورة جدا وقد تكون متفوقة في العالم فبالأمس فرضت العقوبات على روسيا وبالتالي إمكانياتها موجودة لكن فقط اسمحي لي أن أعود أن أمرر هذه الملاحظة بشكل سريع لماذا حرام على إيران أن تساعد روسيا وبالمقابل حلال على الأمريكيين والناتو والدول الغربية أن تساعد كييف بكل الإمكانيات هذه تحالفات عسكرية وهذه علاقات دولية لا يمكن لأحد أن يتدخل فيها لكن بطبيعة الحال كل دولة تضبط إدارتها وعملها في هذه العلاقات وفقا لمصالحها وهذا ما تفعله إيران سأمرر هذه الملاحظة لضيفنا من واشنطن لكن قبلها أذهب بسؤال ضيفنا من موسكو سيد سيرجي سيد سيرجي مسألة إن كانت روسيا تحتاج فعلا في المعطيات الحرب الروسية في أوكرانيا إلى المسايرات الإيرانية أو لا وهل تثق موسكو في طهران؟ أعتقد طبعا روسيا في الحاجة إلى جميع نوع الأسلحة المتطورة وبما في ذلك المسايرات المسايرات الإيرانية أصلا مصنوعة بناء على غنائم الحرب وغنائم الاشتباكات العسكرية مع الأمريكان يعني تكنولوجيا موجودة في تلك المسايرات إيرانية بقول تأكيد ولكن جزئيا أمريكيا أيضا وبنسبة للتوريدات العسكرية من إيران إلى روسيا نحن ضروري ندرك أهمية سياسية لهذا الأمر وحتى سياسيا روس مهتمين جدا بدعم عسكري سواء كان مباشر أو غير مباشر من خلال التوريدات العسكرية نحن نتعاون مع بيلاروسيا فيما يخص الاستفادة من البنية العسكرية في هذا البالد نحن نتعاون مع كوريا الشمالية بناء على علاقاتها ديبلوماسية رسمية طيب وهل التعاون وبسرعة لو سمحت هذه الإجابة هل التعاون العسكري مع إيران بنفس القوة هل تثقون بها كثيرا لأنه لديها اتفاقية نووية معلقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب قد تتنازل لتكسبها بشكل أو بآخر أعتقد الغرب وعلاقاتنا مع الغرب وعلاقات إيران مع الغرب الأمور هذه لحالها نحن نحكي على علاقات ثنائية بين روسيا وإيران ومجددا وحب أكارر نحن نرحب بتفعيل وتوسيع مثل هذا التعاون طيب سيد ريك تأخرنا عليك كثيرا فيوم لحظة الحقيقة مررها ضيفنا من طهران دكتور حكم أريد أن أتحول بنفس الملاحظة لحضرتك وأريد تعليق عليها وهو قال لماذا حرام على تهران أن تساعد موسكو في حربها الدائرة في أوكرانيا على الرغم من أن الولايات المتحدة تدعم كياف بكل أنواع الأسلحة الحديثة ببساطة الهجوم الروسي على أوكرانيا غير مبرر هذا انتهاك لسيادة أراضي دولة مستقلة لهذا العالم كله ضد روسيا وبالتالي روسيا تحاول أن تحدد دولا لتشكل معها تحالفات كوريا الشمالية وإيران وربما دول أخرى في نهاية المطاف الأمر يعود إلى روسيا لأنها هي الطرف المعتدي وبالتالي فالنيتو ودول الرغم تقدم المساعدات لأوكرانيا هذا هو الوضع الحالي لهذا من المهم للولايات المتحدة أن تقيم ما تقوم به إيران مع روسيا الأمر لا يتعلق بالمسايرات فقط الاتفاق النووي أيضا ذو صلة كيف سيتعامل الغرب مع إيران إذا ما كانت تتسبب في زعزعة الاستقرار في عدد من الدول أذهب لضيفنا من تهران دكتور حكم هل تستطيع ضيفنا من موسكو قال بأن روسيا ترحب الآن بكل شكل من أشكال المساعدة العسكرية ومنها طبعا المسايرات الإيرانية أو صفقة المسايرات الإيرانية المحتملة هنا نحن نتحدث لكن هل تستطيع إيران تغطية الطلبات الروسية للمسايرات مع امتداد أمد الحرب بأنه في الحقيقة ليس لدينا موعد محدد حتى لانتهائها أو التوقع بأنها ستنتهمتها إذا تحدثنا عن موضوع الإمكانيات أنا بتقديري أن هناك إمكانيات عسكرية هائلة جدا في إيران وبالتالي ما لديها إيران من إمكانيات عسكرية سواء كان على مستوى المسايرات أو على مستويات أخرى من التسليحات وما إلى ذلك أنا أعتقد أن هناك إمكانيات هائلة لأن إيران هي تعد نفسها منذ أربعين عاما لأنه ربما سيكون هناك عليها اعتداء لأنها مفروض عليها الحصان منذ ثلاثة وأربعين سنة وبالتالي هي تتوقع أن يكون عليها اعتداء فهي زادت من كميات الأسلحة لديها بشكل كبير جدا أن تستفيد روسيا من هذه الإمكانيات أنا أعتقد أنه متوفر في إيران بشكل كبير جدا ولكن نعود ونقول أنه حتى الآن ليس هناك من إعلان لا إيراني ولا روسي على أن هناك صفقة أيضا نقول أن إيران لديها محاذير في موضوع الحرب في أوكرانيا هي صحيح أنها تقف إلى جانب روسيا ولكنها هي ضد الحرب في أوكرانيا باعتبار أن الحرب لا تؤدي إلا إلى الخراب والدمار وبالتالي هي مع الحل السياسي ولكن أيضا هي تقول أن الغربيين هم من دفع أوكرانيا إلى أن تقوم بهذه الحرب باعتبار أن روسيا أيضا لديها أمن قومي يعني ديفق يقول من أمريكا يقول أنه روسيا هي المعتدية طيب من دفع أوكران إلى هذه الحفرة ألم هم أليسوا هم من يعني دفعوا الرئيس الأوكراني لكي يقوم بهذه العملية أو هذا الدفع واستجرار روسيا إلى هذه النقطة لأنهم كانوا يريدون أن يضعوا أسلحتهم على حدود روسيا وروسيا كانت تقول أن أمنها القومي مهدد وبالتالي كانت يعرضت حلولا كثيرة على المستوى السياسي ولكن للأسف الشديد الطرف الآخر لم يأخذ بها فلم يكن أمام روسيا بتقدير إلا خيارين لا ثالث لهما الحرب أو الحرب ليس هناك من إمكانية ولكن الحرب التي شنتها كانت أهون الشرين كما يقولون ولكن بالرغم من ذلك تبين الواقع على الأرض الآن أن هذه المعركة ليست معركة أوكرانيا إنما هي معركة الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا لأنه التقدير الاستراتيجي الأمريكي الأمني ماذا قال؟ قال أن هناك عدوين للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا ناتو هذا قال به الروس والصينيين الآن فتحوا الجبهة ودفعوا الأوروبيين والأوكرانيين لكي يفتحوا الجبهة مع روسيا وأيضا الآن يحركون الجبهة في تايوان مع الصين يعني إذن هم يخططون بشكل دقيق جدا لما يقومون به وبالتالي هذا الواقع القائم فلذلك ليست الروسيا معتدية إنما هو المعتدي هو من جر روسيا إلى هذه الحرب التي الآن يدفع العالم كله ثمانها وأمريكا تقف على التل من فوق وتشاهد ما يجري في الوادي سيد سيرجي ما زلنا نتحدث عن الصفقة صفقة المسايرات الإيرانية أو بالأحرى الصفقة المحتملة للمسايرات الإيرانية لا أعلم هل من تقديرات روسية حول شكل ربما تعاون عسكري أوسع مع إيران وفي أي المجالات أكثر أو كيف ستعتمد على المسايرات الإيرانية أو لماذا ستعتمد على المسايرات الإيرانية الآن في المعطيات في أوكرانيا أعتقد قد حان الوقت لتقديم الأسلحة الروسية الدفاعية خاصة منظومات دفاع الجوي بأقدس أنواحها أقصد قبل كل شيء منظومة S-300 ومنظومة S-400 ونحن لماذا نورد هذا السلاح لتركيا ولا نورد لإيران إيران بلد صديق بلد قريب يمكن القول جارنا في كوقاس الجنوبي وأعتقد قد حان الوقت لحل هذه المشكلة المزمنة أنا أتذكر الوعودة الروسية قبل عشر سنين تقريبا في أوقات رئاسة دمتري مدويدف وكان مفروض نحن نورد منظومات S-300 إلى إيران وبالتالي على أثر الضغوطات الغرب الجماعي ما يسمى بالغرب الجماعي ألغط هذه صفقة مع الأسفة الشديدة وقد حان الوقت للعودة إلى هذا الموضوع هل يمكن أن تتوسع أيضا لصواريخ S-400؟ حتى S-400 S-400 صواريخ موجودة في تركيا وكيرير في تركيا موجودة في بلد ناتو موجودة سيدريك إذن هناك استعداد روسي واضح على التعاون وبشكل أوسع في المرحلة المقبلة مع الحلفاء الروسيين ومنهم إيران طبعا حتى ضيفنا ذكر S-300 و S-400 أولا أريد أن أعرف كيف يمكن أن ترد واشنطن الآن على هذه الصفقة أو بالأحرى هذا التعاون الذي أعيد مرة أخرى على طاولة العلاقات الروسية الإيرانية عدة للرد هناك طرق عدة للرد يمكن من خلال فرض العقوبات يمكن من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي يمكن من خلال حضر على النفط الإيراني كما الحال بالنسبة لروسيا وبالتالي يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ أكثر من قرار ولكن عليها أن تقرر ما الذي ستقوم به ومتى شكرا جزيلا من واشنطن ريك جيتس الخبير للسراتيجي ومن موسكو شكرا أيضا منصول لسيرجي فاربيوف دبلماسي أوسي سابق وأشكر من طهران دكتور حكم أمهز البحث في شؤون إيران والشرق الأوسط وأدعوك دكتور حكم للتفضل بالبقاء معنا في الجد الثاني من مدار الغد لهذه الأيلة نناقش أيضا في مدار الغد ما هي الأوراق الإقليمية التي تلعب بها طهران في مفاوضات النفس الطويل بفييننا أرحب بكم من جديد مفاوضات النفس الطويل في فييننا بين إيران والقوى الكبرى لم تكشف بعد عن مآلها الأخير وعلى وقع التحذيرات من أن خيار الدبلوماسية بدأ ينفذ تتجه أنظار المراقبين إلى الورقة الأوروبية باعتبارها الفرصة الأخيرة لمنع انهيار مصار تفاوضي بات عسيرا الآن بداية المفاوضات النووية في فييننا كانت في إبريل من العام 2021 بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية رغم تحقيق تقدم كبير تم تعليق المباحثات في مارس الماضي مع تبقي نقاط تباين واضحة طبعا بين تهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها إلا أن الاتحاد الأوروبي تقدم في يوليو الماضي بمسودة اقتراح في محاولة لتجنب الوصول إلى حائط مسدود لكن إيران لا تزال متمترسة خلف ثلاثة شروط تريد تحقيقها قبل إعادة العمل بالاتفاق النووي وهي رفع العقوبات عن الحرس التوري الإيراني بالإضافة إلى إغلاق تحقيق الوكالة الدولية لأطلقة الذرية بشأن بعض المواقع النووية غير المعلن عنها فضلا عن مطالبة طهران بضمانات في حال تراجعت الإدارة الأمريكية عن تعهداتها بموجب الاتفاق ترجمة نانسي قنقر ضيوفنا في هذا الجزء الثاني من مدار الغاد من لندن عارف نصر الباحث في الشأن الإيراني ونجدد الترحيب بضيفي من طهران دكتور حكم أمهز الباحث في شؤون إيران والشرق الأوسط أرحب بكم أبدأ من لندن سيد عارف هل فعلا نحن أمام ما يعرف بالصفقة الأخيرة حسب الأوروبيين للاتفاق النووي الإيراني ولماذا تعتبر الأخيرة يعني ما الذي سيأتي بعد كون هذه المفاوضات هي الأخيرة تحية طيبة لك ولمشاهديكم الكرام ولضيفكم الكريم من طهران الواقع هذا الأمر إذا ما أردنا أن نحلله وأردنا أن نتكهن هل هذه المفاوضات هي جولة أخيرة أم لا يجب أن نربط أو نرى ما هي ما هي الاتفاق وما هي الشروط التي تم الاتفاق عليها ونحن نعلم بأن لا توجد معلومات مؤكدة بهذا الاتجاه لكن ما صرح به وزير الخارجية الإيراني فيما يبدو بأن الملفات الثلاثة تم الاتفاق شفويا على عنصرين وفيما يبدو هما أن يكون رفع الحرص الثوري عبارة عن مسار يبدأ بالجانب الاقتصادي وربما ينتهي بالجانب العسكري أو على الأغل ككيان وفيما يتعرف بالملفات الثلاثة المواقع المشبوهة الثلاثة فيما يبدو بأن الجانب الأمريكي وافغة على أن تكون هذه الملفات يتعاون لكي يتم إزالتها من التحقيق والآن المشكلة تكمن بالتضمينات التضمينات التي عرضها الجانب الأمريكي أيضا وفغ ما أعلن عضو اللجنة الأمن الغومي في البرلمان الإيراني فيما يبدو بأن هناك بعض الاعتراضات على ما اخترحته الجانب الأمريكي حيث أعلن بأن التضمينات تتضمن تضمين شفوي من بايدن عبر إعلان رسمي يطمئن به أجهات الاقتصادية بأن تتعامل مع إيران وسوف لن تفرض عقوبات إلا إذا لم تلتزم إيران بشروط الاتفاق النووي يعني هل فقط حتى نفند الأمور أكثر يعني هل الشروط الإيرانية يجدها الغرب وهنا الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص منطقية يعني يمكن التعاطي معها أو هناك أمور فيها لا أنا أعتقد بأن الإصرار الإيراني الآن يعتمد هذا الأمر على الإصرار الإيراني إيران تريد أن تكون مواقع الثلاثة المشبوهة لا تكون شفوية بل تكون مكتوبة بمعنى أن الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي يتعهد بأن يتم شطب الملفات الثلاثة وهذا غير مستحيل وإذا أصرت إيران على هذا الأمر سوف يؤدي هذا الأمر إلى التشكيك بنزاهة الوكالة الطاغة الدرية دعني أذهب بنفس الفكرة وهي الإصرار الإيراني إذن الأمور الآن كلها تتمحور حول الإصرار الإيراني سيد دكتور حكم إلى أي مدى إيران تصر على شروطها الثلاثة وما هي أوراقها في الضغط إقليميا لتضمن بأن تنفذ هذه الشروط بداية داليا أيضا أنا أعود وأحييك وأحيي ضيفك الكريم الأستاذ عارف دعيني أقول أن معظم ما قاله ضيفك وأشار إليه هو صحيح في هذا الإطار لكن حتى تكون الأمور واضحة فيما يتعلق بموضوع المواقع الثلاثة التي قيل أن فيها تلوث نووي هذه المواقع إيران تتهم الإسرائيليين بأنهم هم من سوقوا لهذه العملية باعتبار أن من نقل مفتشي الوكالة الدولية لهذه المناطق التي أخذت منها هذه العينات هم الإيرانيون هل تعتقدين أنه يمكن لفريق تفتيش من الوكالة الدولية أن يأتي إلى إيران ويذهب هنا وهنا ويأتي إلى عينا يعني مازالت إيران تتعنت بخصوص ممثل الوكالة الدولية للطاقة الدارية وزيارتهم لهذه المواقع دكتور حكم لا 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 شوفي لا أنا سأقول لك حتى هذا الموضوع أنا أعطيكي معلومات في هذا الإطار وأتحدث أنه قبل ساعات قليلة توصلت مع أحد المصادر المعنية وهذه النقطة أعتقد أنه تم التوصل إلى حل فيها وأعتقد أن الأمريكيون والغربيون أيضا قبلوا بها لأنهم يدركون بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة الماضية كانت لا تعمل بمهنية وكانت مسيسة وبالتالي أكبر دليل على ذلك أن رفايل جروسي المدير العام للوكالة زار إسرائيل مع أن إسرائيل غير موقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفيها أكثر من 200 رأس نووية فإذن لماذا ذهب إلى تلك المنطقة وبالتالي أيضا تتهم إيران الوكالة بأنها سربت معلومات سرية هذه المعلومات أدت إلى اغتيال علماء وأيضا ساهمت في تخريب بعض المنشآت النووية إذن هذه النقطة ربما تم التوصل إليها أعتقد أنه تم التوصل إليها وإيران تؤكد أنه ليس لديها أي برامج نووية سرية وكل ما لديها هو معلن حتى أنه في هناك موقع بارتشين هو عسكري وعسكري جدا بالرغم من ذلك مفتشي الوكالة الدولية مع أنه ليس منشآ نووية على الرغم من أنه حضرتك الاتهام للوكالة الدولية بأنها مسيسة حتى هذا الاتهام لا يبرر أنه إيران لا تريد لممثلي الوكالة الذهاب للإطمئنان على المناطق التي تريد أن تفتشها بشكل أو بآخر هذا ليس مبرر في مكانه أعود مرة أخرى لأن هذه المسألة الجدلية كثيرة لا تمام مسألة الشروط فقط استسمحتي لي داليا لا فقط هم تم اتفاق يعني أعتقد أن حلت هذه المشكلة حتى بين أطرافها على تسوية معينة يعني بمعنى أنه يمكن أن تأكد من هذا الموضوع ولكن بطريقة معينة وهي لا يعني لأنه أنه يعني يجب أن يكون هناك شفافية في عمل الوكالة الدولي للطاقة الذرية وبالتالي هذا الأمر تم التوافق عليه بأنه يمكن أن يكون هناك آلية معينة لحل هذه المشكلة وطمأنة الآخرين هذا الأمر يعني تم تسويته أنا أقول لك أكثر من ذلك أنه الآن يمكن أن نقول أنه في الفرطرة الماضية كنا نقول أن نحن في حالة تشاؤم يعني نسبة التشاؤم أكثر من عفوا تشاؤل نسبة التشاؤم أكثر من نسبة التفاؤل الآن نحن في مرحلة تفاؤم يعني أصبحت نسبة أكبر بكثير جدا وربما يعني أمام نحن إن شاء الله الأسبوع المقبل سنكون أمام مفاجآت يعني هل تعطينا بما أن حضرتك ذكرت بأنه مطلع كثيرا على المعلومات أو المصادر المسؤولة في هذا الشأن هل لديك أي معلومات مؤكدة يعني الأسبوع المقبل ذكرت بأن الأسبوع المقبل تحديدا ستكون في مفاجآت أي مفاجآت نعم شوفي لعسى أعطيك أيضا معلومة أخرى أنه في الأيام القليلة الماضية كان هناك استعداد من قبل يعني وزير الخارجية الإيراني وكان يتجهز للذهاب إلى فيينا للتوقيع على الاتفاق النووي ولكن ما حصل أنه قبل ساعة من هذا التوجه جرت تدخلات من قبل الإسرائيليين وعرقلت عملية التوقيع أنا أعطيك معلومات في هذا الإطار أن من يعرقل بشكل أساسي عملية الاتفاق النووي هم الإسرائيليون وحلفاء الإسرائيليون الآن إذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجاوز هذه النقطة أنا أعتقد أنه في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين سنكون أمام مفاجآت كما أشرت ولكن إذا بقيت هذه التدخلات ولم تكن بمورونة أكثر الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها لن نصل ولكن هذا لا يعني أن الاتفاق سيذهب أو سينعى لا ستبقى الأمور كما هي عليه ستكون هناك جولات مفاوضات واقتراحات جديدة لأنه ليس بوارد أن يقوم أي من الطرفين بنعي الاتفاق النووي فلذلك سنكون أمام مرحلة من المفاوضات ولا ندري ما هي المسافة الزمنية ولكن الآن هما الطرفين أقرب من أي وقت مضى إلى الاتفاق وننتحدث عن معلومات لا نتحدث بالتحليل السياسي سيد عارف ضيفنا من تهران يعيد ويؤكد بأنه يعني كل ما ذكروا بناء على معلومات وبأنه فعلا الأسبوع المقبل سيكون هناك مفاجآت بخصوص الاتفاق النووي والأطراف كلها صارت أقرب الآن لوضع الأحرف الأخيرة في هذا الاتفاق لا أعلم إن كان لدى حضرتك نفس التفاقل أو ربما معلومات بنفس الاتجاه لأنه في الحقيقة يبدو بأنه هناك كلام خلف الكواليس بين العواصم المعنية في هذا الموضوع يعني الواقع أنا أختلف بعدة نقاط وأتفق بنقاط مع ما تفضل به ضيفكم الكريم فيما يتعلق بالنشاط النووي الإيراني نحن نعلم بأن عام 2002 و2003 و2004 عندما تم كشف نشاط إيران النووي إيران لم تعلن أساساً بأنها كان لديها نشاط نووي وكذلك نحن نعلم بأن الوثائق عشرات الآلاف من الوثائق التي سربت إلى إسرائيل كلها تؤكد بالأدلة الدامغة بأن إيران كان لديها نشاط نووي وكان هناك عمل على أن تمتلك الغنبلة النووية إلا أنه بالساعات الأخيرة خاصة بعد غزو العراق توقف هذا النشاط وهذا الأمر ليس خافياً بمعنى أن علي مطهري ابن مرتضى مطهري أعلن هذا الذي كان نائب للبرلمان الإيراني بأن إيران كان لديها طموحاً تمتلك الغنبلة النووية وكذلك أعلن عن هذا محسر رضائي حتى لا أدخل في فصول تحت من الكثير من الجدل في هذا الموضوع نتحدث عن الآن والفرص الآنية وأستاذ عارف وبما أننا نتحدث عن قرب الوصول إلى إتفاق أو هكذا تبدو الأمور في إيران أريد أن أعرف كيف تبدو لدى الغرب يعني ما هي حقيقة الفرص الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت قادرة على إعطاء ضمنات وتطمنات لإيران بهذا الخصوص يعني هناك استراتيجية واضحة من غبل إدارة بايدن بأنها توافق على إحياء الاتفاق النووي من منطق أن وجود اتفاق حتى إذا كان هذا الاتفاق سيئاً أفضل من عدم وجود اتفاق وبالتالي أنا أعتقد بأن إذا كانت الظروف مهيئة كما هي الآن هي تريد ضمانات مكتوبة لأنه في الحقيقة هي تعتقد بأنه هي مش تعتقد لأنه هذا حدث بالفعل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق السابق وبالتالي هي تخشى انسحابات أمريكية أخرى وبالتالي تريد فعلاً اتفاقيات أو ضمانات مكتوبة يعني أنا أعتقد بأن إيران سحبت هذا المطلب والآن هي لم تدعي بأنها تريد ضمانات مكتوبة لأن هذا الأمر بقى من المستحيل أن تخدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وهي على اعتاب انتخابات ممكن أن تؤدي إلى انهيار لشعبية بايدن بشكل كبير لذلك ما يؤكد عليه الجانب الإيراني الآن هو الإصرار على أن تكون آلية التحقق من رفع العقوبات بيد جهة ثالثة لا أن تكون وفق الصيغة الحالية بيد الولايات المتحدة الأمريكية كما أنها لديها بعض المطالب تتعلق هل تحددت الجهة الثالثة؟ لم يتم تحديد هذا الأمر لكن ما فيما يبدو بأن هذه التضمينات سوف تكون من الجانب الأوروبي إضافة إلى ربما الجانب الغطري سيكون أو سيلعب هذا الدور أن يكون هو الضامن إلى هذا الاتفاق ونحن نعلم بأن قبل أيام كان وفد عالي المستوى موجود في إيران للتفاوض حول هذا الأمر إضافة إلى نقطة مهمة أكد عليها المرشد الإيراني وهي أن إيران تريد الآن بدل مفهوم رفع العقوبات تحييد العقوبات وفيما يبدو بأن الجانب الأوروبي وافغ على هذه النقطة بمعنى أن استخدام الغاز الإيراني بالإمكان أن يؤدي إلى تحييد العقوبات بدل رفع العقوبات بمعنى أن تكون هناك سلاح سلاح اسمه الغاز الإيراني سيلعب الدور لتحييد العقوبات على المدى الطويل دكتور حكب إذن كثيرة من التفاصيل دخلت الآن على طاولة التفاوض فيما يخص الأدفاق النووي الإيراني وأريد أن أتوقف ما حضرتك عند نقطة ما يثار حول نفوذ إيران في بعض المناطق العراق، سوريا، لبنان وما إن كانت هذه الأمور نقشت وكيف يعني أنا لا أسمع، سمعت الجزء الأول من السؤال ولا ما أعد أسمع لا أدري إن كنت تسمعينني أسمعك بوضوح أنا لا أسمع شيء، لكن دعيني فقط الآن أسمعك، أسمعك، صحيح لو تحب وإندي السؤال مرة أخرى أو فهمته لا لا لا، سمعت الجزء الأكبر منه حول موضوع التدخلات أخيرا ولكن تفاصيلها لم أتهم، لكن فقط دعيني أن أعلق على مقاله ضيفك الأستاذ عارف حول موضوع القنبلة النووية يعني نحن نسمع منذ أكثر من خمس سنوات وعشر سنوات بأن إيران تجهز لصنع القنبلة النووية وشهدنا بن يمين نتنياهو يقف على منبر الأمم المتحدة ويحمل صورة كبيرة ويقول أن إيران وصلت إلى النهاية وقبل فترة قالوا أن إيران لديها فقط أسابيع قليلة وتصنع القنبلة النووية صدقيني كانت أعلنت أنها ستصنعها ولن تسأل عن أحد لأنه لو كانت تخاف من أحد لما صمدت أمام هذه العقوبات 43 سنة فلذلك الحديث عن أن إيران تريد أن صنع أسلحة نووية هذا الكلام يعني غير دقيق وليس في محله لو كانت تريد كانت صنعت النقطة الثانية أنه دائما كانوا تسمعين أنه منذ سنتين يقول الأمريكيون أنه نحن لدينا وقت محدد إذا لم تنتهي المفاوضات في هذا الوقت المحدد فأن هناك إجراءات وخيارات سنتخذها حتى الآن لم يفعلوا شيئا لأن الأوراق القوة الآن في يد إيران ولو كانت إيران ضعيفة صدقيني لكانوا فعلوا بها كما فعلوا في العراق وكما فعلوا في أفغانستان وبالتالي انتهى الموضوع المهم الحمد لله أن إيران قوية وبالتالي لكنها تريد تفعيل الاتفاق هذا بحد ذاتي يُعطي توازنا أمنيا على مستوى الأخرى أنا أريد أن أذهب إلى موضوع التدخلات أنا أريد أن أعطيك أيضا إضافة إلى ذلك معلومات في إطار موضوع الضمانات في القضايا الأولى المتعلقة بموضوع رفع العقوبات والتحقق وما إلى ذلك أصبح هناك تقدم كبير جدا يعني تقدما كبيرا جدا وبالتالي التفاصيل الأخرى الآن تبحث في موضوع الحرس السوري أشار يعني كانت أمات الإشارة إليه الحرس السوري أيضا وصل طبما التوصل إلى حل في هذا الموضوع وحلة الإشكالية أعتقد أنه لم يعد هناك من مشكلة الآن المشكلة أعتقد في الضمانات الضمانات إيران تطالب بأمر أنه في الفترة الماضية كان هناك اتفاق نووي هذا الاتفاق النووي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف المعنية وبالتالي صدر هذا الاتفاق بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت رقم 22-31 الولايات المتحدة انسحبت منه لم يستطع أحد في العالم لا الأوروبيين ولا المجتمع الدولي ولا مجلس الأمن ولا الروس ولا الصينيين أن يعيدوا الولايات المتحدة الأمريكية للتطالب فلذلك الآن إيران تطالب ضمانات أكثر حاولت أن أمدد لحدتك الوقت لكن انتهى الوقت ما من أعتذر منك ستكون لنا لقاءات أخرى بالتأكيد شكرا جزيلا لك من طهران دكتور حكم أمهز الباحث في شؤون إيران والشرق الأوسط وأشكر كذلك من لندن عارف نصر الباحث في الشأن الإيراني شكرا جزيلا لكم إلى هنا انتهت حلقة هذه الليلة من مدار الغد وتابعتهم فيها سفقة المسايرات الإيرانية المحتملة لروسيا هل تعيد الدفاع الصروقي الأمريكي الأوروبي إلى جدول الأعمال ما هي الأوراق الإقليمية التي تلعب بها طهران في مفاوضات النفس الطويل بفيان انتهت حلقتنا الليلة من مدار الغد أشكر لكم طيب المتابعة ودوما في أماننا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة